السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب اليوم سنحضر معكم فطائر ملحة بعجينة قطنية اقتصادية بحشوة لذيذة جدا في متناول جميع يلا أعجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش تخليوا لايك وتبرتجيوا مع أصدقائكم لتعموا الفائدة نشوفوا المكونات وطريقة التحضير نحتاج في العجين كوب من الحليب السائل حليب يكون دافي كوب من الماء الدافئ معيار الكوب 150 ميلي نصف كوب من الزيت النباتي ما يعادل 75 ميلي بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ نحرك المكونات جيدا أنا ستعنت هنا بالطرر بيدوي من بعد نضيف ملعقتين كبيرتين من السكر رشة ملح لتحسين الضوق ملعقة كبيرة خميرة فورية أو خميرة الخبز ملعقة ممسوحة مع مرش مزيان ونخلط المكونات جيدا من بعد نضيف الدقيق بشكل تدريجي اضفت الكوب الأول الكوب الثاني معيار الكوب 150 جرام ونجمع العجين باليد ديالي إلى خصني الدقيق نضيف مرة أخرى اضفت الكوب الثالث من الدقيق الكوب الرابع ونستمر فيه جمع العجين اضفت الكوب الخامس والأخير هذه العجينة هزت لي خمس أكواب من الدقيق نجمع العجين حتى نحصل العجينة تكون تلسسق في اليد اللي هاتشكل هذا كيف كتشوفوا أنا ما غديش ندلكها فقط غير جمعتها اضفت تقطارات من الزيت من بعد نغطي العجين بكيس غذائي ونغطيها بمنديل المطبخ ونوضعها جانبا نخلي العجين حتى يتضعف الحجم تيالو ونعود نرجع معكم في هات الأثناء غدي ندوز بش نحضر معكم الحشوة خديت مقلات وضعتها على نار متوسطة اضفت ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون بصلة واحدة لقطعتها لها الشكل هذا مشلط نخلي البصل مع الزيت حتى تشحر شوية هاد البصلة من بعد نضيف عليها الفلافل فلافل ملونة فلفل أحمر أخضر أصفر نحرك المكونات من بعد نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزيتون الأخضر قطعته قطع صغيرة مع التحريك قليل من الملح فلفل أسود زنجبيل كل مكون منه ملعقة صغيرة بابريكا ثوم مجفف ضفت عصير الليمون الحامض أنا عندي هنا مركز ضفت منعقة كبيرة نحرك المكونات جيداً من بعد نضيف شطة حارة هذه تبقى اختيارية ممكن تستغنوا عليها اللي ما بغيتوهاش لكن قطعته حط طعم هائل نحرك المكونات جيداً من بعد نغطي على الإناء ونخلي هاد الحشوة حتى الطيب وتوجد ونعود نرجع معكم الحشوة تقريباً وجدات سنطفع لها النار ونوضعها جانباً نخليها تبرد ونرجع معكم باش نشكلوا العجين من بعد ما اضعف حجم العجين أنا غادي نفضيه من هادك الهواء اللي فيه عجينة ناجحة مئة في المئة كيف كتشوفوه من بعد ما فضيت العجين من الهواء اللي فيه غادي نحاول أن ينقطعه إلى قطع أنا هاد العجين غايعطيني 12 حبه من بعد نشكل العجين إلى شكل كويرات صغيرة على هاد الشكل هادا كيف كتشوفوه طريقة سهلة نستمر بنفس الطريقة حتى نشكل العجين اللي عندي كامل ونعود نرجع معكم من بعد ما شكلت العجين كامل خديت وحدة بصتها باليد على هاد الشكل هادا كيف كتشوفوه من بعد غادي نوضع فيها الحشوه المناسبه نضيف ملعقة كبيرة من الحشوه ونضيف القليل من جبن المتزاريلا من الفوق من بعد غادي نجمع العجين على هاد الشكل هادا كيف كتشوفوه نحاول أني نقرصو الأصابع ديالي على هاد الشكل هادا كيف كتشوفوه طريقة سهلة حصلت على هاد الشكل هادا نوضعها في الصينية ونستمر معكم حتى نكمل كمية اللي عندي كاملة ديال العجين بنفس الطريقة نوضع كمية من الحشوه ومن بعد نوضع القليل من جبن المتزاريلا ونجمع العجين على هاد الشكل هادا بالأصابع ديالي نحاول أني نقرص العجين بالأصابع مزيان من بعد ما شكلت العجين كامل وضعته في الصينية اللي غا تدخل الفرن فرشت ليه ورق الزبدة هاد المرحلة نخليه العجين حتى يتضاع في حجم دياله من بعد نفلحوه بالسكين على هاد الشكل هادا نحاول اني ما نضغطوش على السكين زيان باش ما يتخرش لنا الحشوه انا ما خليتوش حتى خمر خمر لي فيه دي وانا كنشكل في العجين عندي الجو شوي سخون من بعد خديت اصفر بيضة واحدة عملت معها ملعقة صغيرة من الحليب وندهن وجه العجين هاد الصينية هزت ليه تسعود وقولي ثلاثة عملتهم في صينية اخرى هاد العجين عطاني 12 حبة نستمر بنفس الطريقة حسن ندهن الوجه ديال العجين اللي عندي كامل من بعد ما دهنز وجه العجين هاد نزينو بالحبة السوداء من الفوق من الوسط رشة خفيفة هكا عملتها في الوسط ممكن تعملوا الحبة السوداء او السمسم او البافو تزين كيبقى حسب مسوفر او حسب الرغبة من بعد ندخل الصينية انا الفرن مشي عليه لدرجة حلال 180 سخون ندخل الصينية الفرن ونعود نرجع معكم من بعد ما يطيبوا الفطائر هاد هو الشكل نهائي ديال الفطائر ديال اليوم من بعد ما طلعت من الفرن كيف كتشوفو خدت اللون التهابي شعلت عليها من تحت فقط تحت طابل الفطائر ومن بعد شعلت عليها من فوق خدت اللون التهابي كتجي قطنية اسفنجية طابت من التحت كيف كتشوفو نحاول انا ننقسم لكم واحدة باش تشوفو الشكل ديال كيف عمل من الداخل كجيل ديدة بزاف ما تشبعوش منها فطائر تستحق التجربة الى اعجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم جميلة ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ما تنسوش تبارتاجو مع اصدقائكم لتعم الفائدة والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله موسيقى